المصر وتاريخه والبدايات كانت فيها حاجات تفاصيل غريبة البدايات طبعا كانت فيها كلام كتير يعني يمكن بس بنقول كده إحصائية يعني إن الأهلي لغاية دلوقتي قبل انترك الموسم الجديد من البطولة يعني 14 بطولة مقارنة بأربع بطولات فقط للزمالك نصفهم دربات ترجيح مصرهم؟ آه يعني اتنين يعني اتنين هم أخدوا اتنين وقت أصلي واتنين من دربات ترجيح تمام فالمفارقة إن الناس اللي دايما تقول لك إنه إحنا بطولاتنا حلال الزمالك البطولة حلال وإحنا بطولاتنا بمساعدة الحكام تقول المفارقة إن الأربع بطولات للزمالك فيهم إما حالات تنظيمية ودي هنقولها وإما حالات تحكمية في ثلاث بطولات من الأربع أول بطولة بطولة 2001 دي أول نسخة أصلا من السوبر من السوبر اللي اعتصر عنها كان مبارا خارجية واتأخر كده في الوقت فالأهل اعتذروا كانت ليس طبعا أول نسها ما كانتش لها الأهمية يعني ما كانتش تعمل لها لها حاجة ويلا نلعب السوبر وخلاص بالضبط فالأهل اعتذر فشارك بدلا منه نهادي غزل المحلة نهادي غزل المحلة شارك والمباراة كان زي ما تشوف كده سجل بالفعل هدف في مباراة انتهت بفوز الزمالك بأول سوبر اتنين واحد لكن سجل الهدف اللي احنا شايفينه ده ورغم كده اتحدى اي حد يقولي ده الهدف ده اتلغى ليه مفيش بالضبط كده وهيطرد اللاعب اللي ادعى لعب الزمالك انه هو لمس كورا بيه سامح زاكي اعتقد لعب المحل بصراحة مش متذكر الاسم بس في الاخر بص حدك بيقوله انه هو فيه لمسة يد فيه لمسة يد محدش هو اللاعب الزمالك هم اللي بيقوله اللي فيه لمسة يد لا بس لمسة يد يتشاهده بالقوة ديه تخش المرمى بالشكل لا هو بيقوله لمسة يد على اللاعب لقم 17 اللي هو الأول اللي هو في العرضية مش اللي جابها بيده مش اللي جابها بالرواس يعني اللي هو بس بيعمل جانب ده هو اللي بيعمل جانب ده فهو بيقوله هو بيقوله يعني ان هنا فيه لمسة يد طبعا مش موجودة اه رفع أيدو في الأول خالص رفع أيدو في أول خالص ده هو آه ممكن هنحاول لاحق بعمل بس في الأخر ما جابهاش فانت مش بتحسبه عن النسج يا انت حوانا نيته يعمل درب لامس يد ماش كده انت هو في الآخر ما لمسه قرب ايده فعدت منه وراحت لزميله وجابها بالهد جود فطبعا الراجل لاحق يقول له ما عملتش حاجة فللأسف اضطرد واتلغى هدف صحيح لدي غزة المحلة وفادي الزمالك بأول بطولة سوبر خطأ للأسف مش متداول على السوشايا ميديا وبشكر اصدقائي يعني محمد صلاح ومصطفى الصواف اللي هما قلقوا الضوء على الهاجة دي هدي من سوشايا ميديا الجاية الاهل في سوشايا ميديا يعني فاحنا الوقتي بنحب احنا لو احنا عايزين نهتم بأخطاء التحكيم زي ما الزمالكوية يعني زهقونا بهدف حسن شحاته وكأنه مفيش أخطاء تحكيمات فادحة في ملشاة حتى الكمة ويحبكها باستعادها ان شاء الله في فقرة تانية ان شاء الله ده هذا في كحب الحسن أصلا ما كانش ليه تأثير على نتيجة الدورة بالضبط أصلا كمان لا وعندين انت رب تتكلم عن فداحة الخطأ فأياما ياما الاهلي تضرر من أخطاء تحكيمية فادحة يعني كانت حمد الخطيب اتلغاله جون في نادي الانتحاد السكنداري في السنة السكندرية قبل نص الملعب بتاع التسلل يعني مش مابل ليه وكان فيه لابل علاق ميهوب جاي قبل نص الملعب بالضبط في دوري 87-88 برضو تلغى ما حدش حايف هو تلغى ليه لا هو تسلوي ولا هو فاول أو رفوي أي حاجة فنرجع ليه السوبر وبرضو سوبر تاني فيه بقى هنا اعتراف رسمي من الحكم ماتش اللي هو 2017 لم يحتسب الحكم ضرب الجزاء صحيحة لعبدالله السعيد لما كان طبعا اللعب النادي الأهلي في المباراة دي من عرقالة من أحد لعب الزمال داخل 18 ضرب الجزاء مقار ربيح حكمنا خبراء التحكيم مثلا بكابتين أحمد شناوي وبقى الخبراء والحكم بنفسه ولا يعني ما فيهش يعني الاعتراف سيد الأدلة صحيح فالحكم بنفسه والحكم الشيكي اعترف ان هو لم أخطأ يعني في عدم احتسابه ضرب الجزاء للنادي الأهلي والاعتراف ده موفق بالصوت والصور لما كان له سجر معه في المطار بالضبط أي وفاكة بالضبط كده فإذا احنا بنتكلم عن خطأ تحكيمي الزمالك فاز بضبط ترجيح يعني ده فوز بس كده ايه اعتباري يعني اللي هو طب الترجيح يا جماعة عشان بس فيديو ناس كتير ايه بيانا قاسفها بيتدلس في الحتة دي ضرب الجزاء يا جماعة هي اسمها الترجيح زمان كان كان بيتم بترجح كفة على حساب كفة بترجح فريح على حساب فريح بالضبط زمان يعني فيه قبل لغات الستيلات تقريبا كان بيتم اللعب المباراة مرة تانية صحية وتعادت مرة تالتة يعني فيما شاب بتلعبها مع ورات عشان تتحسب بأي فريح فوز فبدوا يختصر موضوع ده بضربات الترجيح تمام فدي مش فوز او هزيمة لأي فريح وبعد كده في اخر 2020 برضو في الزماني كفاز بضربات الترجيح والفوز ده كان آليو باجي ضيع ضرب الجزاء اخيرة للنادي الاهلي كان تصدى لها ابو جبل بتصدى غير الشرعي يعني هو تقدم برضو موجود صورة هنا معنا هو تقدم عن خط المرمى وعلى فكرة الحالي كان موجود فيها فار يعني كان فيه فار في المبارد دي مظبوط فإذا هنا كان لو فيه الفار بمفعل كان لازم ياخد لو وصدها بمثال ما تقش بره تتعاد تقني هو صدها فلازم يتتعاد فإذا احنا بتكلم عن ثلاث بطولات من أصل أربعة للزمالك ثلاثة فيهم أخطاء تحكمية أخطاء مؤثرة كبير أخطاء مؤثرة طبعا ده اللي نحن يكون أخطاء مؤثرة في توجيه البطولة ومصار البطولة نروح للبطولة ده الشق التحكيمي الشق التحكيمي الشق الإداري بقى لأن أكيد بطولة السوبر ما بدأت كان فيها تفاصيل كتيرة بالضبط هل بطل الدوري أو بطل الكاس كانوا بيشاركوا بنسبة مؤكدة كأبطال بطولات ولا كان فيها تفاصيل بالضبط هنا بقى بداية لسه النشخة التانية سنة 2002 كان الإسماعيلي بطل الدوري 2001-2002 والزماني بطل الكاس فإسماعيلي بطل الدوري قالك زي ما أنت مثلا وقتها بطل دوري أبطال والكاس الكؤوس اللي هو عليك بقدر يكون في وجه كالك بتلعب فيه السوبر الإفريقي بيتلعب فيه أرض بطل أبطال الدوري فإذا قالك أنا دي وقت بطل الدوري فبالمقياس يبغرضه يتلعب السوبر في أرض بطل الدوري براءة على الأرضه. حقا. لكن اتحاد الكرة رفض وقال لك لا. مباراة السوبر تتلعب في استاذ الكهر. اللي هو في الحالة دي استرد الزمالك. استرد الزمالك وعنده الجماهرية وعنده الحضور. فالإسماعيلي اشتكى ومحدش استجاب فهدد بانسحاب وفعلي انسحب وانتحاد الكرة طبق له غرامة. تقريباً الزمالك محاولش طبق من أن العلاقات جيدة مع الإسماعيلي وانه يساعد شوية؟ هم بيقولوا انهم مولاد عام. بس الحقيقة في أرض الواقع يعني هو عد المصلحة ما بيعرفش أخوه. يعني الزمالك لعب مع نادي المقاولين كان خامس الدور وقته. يعني مرضو الأهل عتزر ونادي غزل المحل عتزر لغاية ما نادي المقاولين خامس الدوري قبل ان هو يلعب المباراة دي وخسر طبعاً واحد صفر. لكن هنا المفارقة بقى عشان احنا ما بينتجرش بالموقف دي بس ده تاريخ نقيس المباراة دي مع مباراة تانية ما بين الأهلي والإسماعيلي نرجع نحي فائنا للكاس بالضبط كاس مصر نحي كاس مصر 97 المباراة دي نفس الكلام نادي الإسماعيلي كان المباراة تلعب في القهرة بس نادي إسماعيلي كان عمده رجاء انه يا جماعة احنا عايزين نلعب المباراة العصر شوية مثلا الساعة 4 أو 5 عشان جمهوري إسماعيلي يقدر يرجع في القطر لكن الطالب مباشر كده يعني فالاتحاد الكورة هنا رفض برضه قال لك لا استاذ الكوهرة جاهز عنده قضاءة ليلية ويلعب دحت أدوى الكاشفة فالاتحاد الكورة رفض طلب نادي الإسماعيلي دي نقطة مهمة لكن النادي الأهلي يعني توصت كده وقال لي ان احنا ما عنداش مشكلة كابتن صالح سليم كلم الكابتن رئيس نادي الإسماعيلي وقال له ما عنداش مشكلة وانحنا هنغط معاكم عشان تتلعب المباراة العصر احتراما وتقديرا لجمهور الإسماعيلي وقادي المشد صالح سليم رئيس الأهلي والإسماعيلي يوم 30 مايو 97 في أهرام الجمعة بالزبط يعني طفو حريط أشعلت البعض وكانت خناقة الإسماعيلي بس الأهلي دخل مع الإسماعيلي ضد اتحاد الكور بالزبط والإسماعيلي فاز في المباراة ورئيس نادي الإسماعيلي بعد المباراة أهدى اللقب وأهدى الكاس للكابتن صالح سليم طبعا إهداء اعتباري يعني مش إهداء على روح الرياضية بالزبط إهداءه على روح الرياضية لأنه هو قادي مواقف يا جماعة الأهلي ما تجدش بمواقف لا الأهلي عمل حاجة محترمة وأعطى الإسماعيلي حقه اللي هو طلب به مانا بك هو مش حق في المطلق بس عشان التماية بس نادي الإسماعيلي الأهلي تقبل ده والأهلي لعب والأهلي خسرف بس ما جعناش مشكلة لأنه إحنا ما بنتجدش بمواقف ولا بنقول إن إحنا الشعارات مش قد ده